بعد دقائق قليلة من الهجوم على الكلية الحربية في حمص بدأت قوات الأسد بالانتقام من أهالي إدلب وغربي حلب بالقصف المتواصل بألاف القذائف والصواريخ على مدار الساعة الانتقام من أهالي إدلب جاء بدعوى خروج الطائرات المسيرة من إدلب وقصفت حفلاً لتخريج ضباط من الكلية الحربية وهذا ما استبعده الكثير من الخبراء العسكريين لبعد مكان الاستهداف وأيضاً نوعية المسيرات سلطة الأسد لم تنتظر وربما أنها ليست بوارد إجراء تحقيقات حول حادثة هجوم الكلية الحربية لتعرف من نفذ الهجوم وتنتقم منها إذن هجوم سلطة الأسد على إدلب هدفه ربما امتصاص غضب واحتقان أهالي قتلى هجوم الكلية الحربية أو ربما التشويش وصرف النظر عن احتمالات أخرى قد تكون وراء استهداف الكلية الحربية في حمص بالمسيرات استمرار هجوم سلطة الأسد على شمالي غربية سوريا خلف عشرات الضحايا ونزوح جماعي من عشرات القرى والمدن نحو الحدود التركية وسط تزايد الحاجة لتقديم المزيد من المساعدات في تأمين المأوى والغذاء للنازحين الجدد بسبب القصف المتواصل منذ ثلاثة أيام في حين اكتفت الأمم المتحدة بمناشدة جميع الأطراف الحرصة على حماية المدنيين والأعيان المدنية والمنازل والبنى التحتية ولم يعرف قصد هيئة الأمم بجميع الأطراف حيث لا يوجد سوى طرف سلطة الأسد هي من تقصف القرى والمدن شمالية غربية سوريا اشتركوا في القناة